أنا أذكر حدثين أحد الأخوة معين طبيب وبداية التعيين يقول ننتقل من نمر على كل الأقسام عساس ناخد فكرة عن كل قسم فمن الأقسام اللي مر عليها الولادة فيقول دخلت على أحد والده أمس والده اليوم طمّن عليها أنا شوان شو كده كده قل لي تبتشي عسوانش في شي عيور كلام أحلي بتطلق ليش وأزوجي مهددني إذا يبتي بنت بتطلق أنت طالق لأنه عنده أربع بنات من خمس بنات ويبي صبي وإذا يبتي بنت انت طالق وقعد تبجي الناس هذه طبيعة يحبون الأصبيان ما يحبون البنات لكن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أرزق الله أربع بنات قبل الأصبيان ولا تدمر وشيء مستانسين صلى الله عليه وسلم زينب أم كلثوم رقية فاطمة بعدين يا الله لا والأولاد كلهم ما توصار أبدا واللي قاعدوا عنده بناته صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر